مالكي درني قلبي والله تعصبت معرفت باللاتة اصور فيديو ايه السلام عليكم كثيرين تكونوا باخر وعلى خير معرفت شو مني نبداليكم مهم دبا وحدة دي الليل نقريكم واحدة الليل تبا قلالا واحدة الليل كنت قلسة مع اليمن بي كنت تفرج ودخلت شوي الانستقرام كنشوف البوست اللي اخلي حطيت كنشوف فيها كنشوف لي كومنت ديالو بيات قولي واحد البنت اختيارات خلعته ليك متبل خلعات ونا ندخل نجري نشوف ستاري ديالك بس نتأكد يعني وش بص عبا ايشا ولا متي ولا موين قلت لي ارا هاد القانات وخلت لي اسميها ارا داخلك ادوي لك تقول بانك متى قسمة بالليل كنت ادوي معكم دبا وكنت ترعد لدرجة قلبي ارجع درني انتم ما عارفين انا مريضة انا عندي الاعصاب في القلب ادي واحدة صمام فيه واحدة المشكلة واحدة شوية ولكن الحمدلله بيخير وكانت صحدي يلي شوية كانت بيخير هالأيام وباقى لحد الان بقى مريضة ولكن عمتاني مش لدرجة انه غادي نموت يعني عادي شادي شادي مخربة عمري قسمة بالليل عمري خرجت رديت على شي قانات كي يسبوني ما اليوم غادي نخرج ندوي انا مضطرة اناني نخرج ندوي حيث الناس كي يصحب لي وما نمت اوي اللي غداي دي اوي اللي غداي دي قتلتوني وانا بقى عايشة افهمتش بالله اول حاجة قتله جدي هات القانات اللي خارجة كدبي انا مانقوش لكم دوات عليا خيب دوات عليا زوين باش مانكدبش قالت بان كنزة طيبة الله يامرها دار عفوية وصادقة فهدرتها ودكشي ودكشي ولكن اختماشي معنيته انه دواتي عليا زوين غادي نشكرك اهل الله يرحم لك الوالدين حيث قلت فيي كلمة طيبة ولكن ماشي باش ان درجة انه تكتبي في العنوان بان كنزة ادوها المستعجالات لحق الصافي قلبها توقف فجأة شنو كيعنيتش يعني بحلقة تقولي الناس كنزرها ماتت الاختي اناي لكن توقف قلبي غادي نبقى عايشة محشو ماش وحق الله يلا الناس داخلين عندي كيقول لي اوي اللي كنزر ومتنابل خلاك يسحب لينا متى ومنزل لفيديو هذا الفيديو نزلت وغير اليوم ما كامل شي خمسة سوية ومنزل لفيديو البارح بانه جدي توفى تصوروا لدرجة ان الناس يعيطوا لنا في التليفون ويقولوا لنا البركة في راسكم وحق الله لك ان انا تاتا سعدية ومعا تاتا عندنا اندا تنسيو دغيك تخلع تقول لا اه تخلع تقفز من بلاستر وهذه قد عايت لنا صاحبة ماما تقول لنا بركة في راسكم لبابة ماما راه مات وحفتي تاتا نادة تتجري تقول لاوي اللي كيفاش وهذه قد لاوحد القانات خارجة تعزي فيكم تقول لهم بان الوالد دي اللي خديجة ماري مات ونفس القانات اللي قيلتها قتلتني ما عرفتش كون غديس قتل غدا ان شاء الله عرفتش ممكن تقتل ماما تقتل بابا تقتل اخوتي ما ما فهمتش وش هاد الهاد درجة وصلت بيك اختي انك تقتلي جدي من بعد مليسانيتي من جديد دوزيلي انا تعانى تقتليني تكتبها في العنوان باش اختي تطلع فيو زرح شوما كونا سبيتييني وما درتش هكا حيث خلعتين الناس فغاموا خلعتين الناس اللي احنا ازاز وغالينا اليوم خلعتينهم علينا والله تحشوما وحسب الله ونعمل وكيل فيك اختي والله انا عصبتيني حتو حشوما حشوما اختي كونا سبيتييني ولكن اختي ما تخرجي تقولي اليوم فلانا توقف لالقلب ديالها ولا جد كنزة الغماري مات وماماها راه الحالة ديالها عالم باغر الله لحقاش باباها مات شو ما ندب خليتيني فهدلي كنت لعد خليت قلبي درني قسمان بالله تكن ولي لابس حت انا قلبي كي ذرنيم اللي كنت عصب تكن ولي لابس اختي كنشوف انا هد الفيديو ديالك وكنت عصب مع العلم انا فاش كنشوف شي واحد كي يخرج كيدو وعلي في شي فيديو ولا شي حاجة ولا ما كانت عصب ما كانت تسوقش ما ما كانت خلش اصلا ما كانت تفرج ما كانت تحاجة ولا كيفاش غاتشوفي وحدة قتلاتك اختي وانتي بقى عيشة رح شو ما وقتلات جدك اللي باقي مسكن في الحياة باقي باغي وليدات وباقي باغي يقلس مع وليدات ويتحتت مع وليدات ومسكن مريد وعمرنا خرجنا دوينا في شي فيديو قلنا جدي مريد ولا هالي ولا هالي حاز ما باغيش لمشاهدات على ظهر جدي متالا حدو الله فهمتي يعني احنا احنا اللي جدنا وما خرجناش دوينا في شي فيديو قلنا هشكين 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 وتموضي انتي اللي اصلا ما كتعرفيش وعمرك شتي في حياتك تموضي اختي وتبدي تقولي جد كنزة الغماري بابة خديجة غماري مات ما فهمتش انا ما فهمتش انا بغيت اختي نفهم الله ما فهمت حسبي الله ونعمل واكي وان بغيت نقول لكم جدي رهما ما تموالوا بقي عيش والله يطولينا في عمره يا ربي والله شافيه نتمنى انكم تدعوا مع ابو الشيفة انا اختي انا باقع عيشة انا اختي حداكم وسمحوا لي اياي لا خرجت بعد الفيديو والله ما كتبغى نخرجش بيه انا غير بغيت نصحح ديك المعلومة اقسم بالله كون دويتي لي زوين وما قلتي اتحاجة انا ما كيناش قاسما بالله اختي على راسي وعينيه ونحطك ونقول يوم دخلوا لعندها بالاكس لي الشراف ان انا شي واحد يدوي عليا ويقول فيك المزوينة بحقيقية طبعا عندك شي اللي كيشوفه انا الحمدلله كيف ما انا في الكاميرا كيف ما انا في الواقع فهمتي؟ ولكن اختي باش تنوضي ودقولي بحلقة راح شوما راح شوما راح شوما يعني ماشي لها الدراجة قلتها وكان عودة كون غير عيرتي عيرتيني وما تقوليش كنزة توقف لها القلب دياله وليش تهمت اخر بقتي هنا ونصفيتش اللي غادي نقول ما خلتلي اما نقول ما انا الفيديو درتو غير باش تعارفون اراني بقى عيشة يومين ما حطيتش لكم فيديو الناس اللي تخلعو راح دخلو الانستاقرام مع انا وخا ما كنكونش اكتيف هنا كنكون اكتيف دياما في انستاقرام كان حطي ستوري ودك شي وهمدلله ناس اللي تخلعو اندوم انستاقرام راح دخلو طمأنو عليا الناس اللي عندهم غير يوتيوب انا دكشي اليش درتو الفيديو باش نطمأنكم عليا انا الحمدلله باي خير الصحة ديالي الحمدلله باي خير انا مشي مشيت المستشفى انا مشيت عن طبيب ديال القلب بدوست وخرج لي يدوه واني لقيتوني على شربوني كنت اقلب عليه يعني اختي انا ممشيتش المستعجلة وشدات واحد تصور حطاتهم قدام دايش حال هادي كانت مريضة بغي موكت مريضة ديال بصح مش حال هادي شي عام دابا كنت يدوني صبي طالما شي ربعة الصباح وشداتهم وحطاتهم ودارت عنوان كاذب ودك شي لقب المشاهدة تراه بينها فحمد الله انا باخر وسمحوا لي اياي لاخلاتكم وخاختي بدوني قصد حتى انا ما درتالي بدياله برجلية اتسي دالي هداية لخرجة الدوات وخالي عمي خالي عمي وجدي ره باخر الحمد لله نتمنى غير دعواتكم ليه وليه بصحة وتأنا ندعي معكم معرفة دعوة من مقبولة فاتساعة اللي شافي اي واحد مريض والموت اراه علينا حق اكيد الموت علينا حق ولكن اكيد ما غديش تبغي الموت لعدوك فامتي يعني ما غديش تبغي جدك يموت ولا ما تبغيش انتي بنفسك انك تموت مع العلم ان الموت علينا حق ولكن نتمنى وانا سيدة ربي يطول لنا في العمار ويطول لنا في عمار جدي وواليدية ويطول لكم تنتم في عماركم وله ليه حرمكم من شي واحد اللي عزيز عليكم يعني هذي قلت لكم من قلبي لحقاش حاسة حاسة بالحرقة ديال انك تفقدي شي واحدة عزيز عليك حسنا ماتت ليا جداتي او كانت عزيز عليها بزفر وماتت ليا جدي وجداتي واحدة اخرى مامة بابا وكانوا عزيز عليها بزفر وحاسة انك تفقدش انسان عزيز عليك فالله يطول لكم فامر اللي عزيز عليكم ويخلي لكم والديكم واللي ما عندوش والديه والله يرحمهم وسعليهم وطلقوا معهم في الجنة ان شاء الله وهذه البنتة نوعا ما غدا نعيرا ما غدا نقول لاوالو غدا نقول لك هل يحشوهم اختي ما تبقى يجدري بحال هذه الفيديو هات لا يستعلك اختي هتحشو مارك تخلع الناس عائلتي تيارات خلعات فهمتي وبدو كيقولوا لينا البركة في راسكم كيسحب ليهم جديمات ودبا المشكلة هاد الفيديو اللي حطات عليا انا ديال توقف لي القلب ديالي باقي بعين باقي ما شافوش عائلتي ايشوفو غايب دوعة وتاني صوني فهمتي اختي راح شوما كتخالع الناس كين اللي مراي دا غايشوف داك الخابر يسخف داك الساعة فهمتي فبلاش اختي بغيت اختي دوي على شي واحد قولي غير كلمة طيبة ولسكتي احسن ما غادي تديري صبحوا لي اطولت عليكم بسلام عليكم وان شاء الله انطلقوا في فيديو اخر اللي نكونوا ضحكين فيه ناشطين فيه لعبين فيه وصبحوا الاخير